يكثف المبعوث الأميركي إلى اليمن تحركاته سعياً لإحداث اختراق في جدار حرب مستعرة منذ سبع سنوات وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها في كل اتجاه فتكثف من وطيرة هجماتها الإرهابية على الجارة السعودية فلا تكاد تمر ساعة إلا ويعلن التحالف العربي عن اعتراض طائرات إيرانية مصيرة ومفاخخة تطلق من الداخل اليمني باتجاه مدن وقرى جنوبي المملكة هجمات مثل سابقاتها تستهدف المدنيين ومنشآتهم ولا تكتفي المليشيات المدعومة من إيران فتواصل هجومها العسكرية المحمومة على مدينة مأرب وتناوش في حدود محافظات جنوبية تصعيد مضطرد لا يبدو أن اللقاءات المباشرة التي عقدها المبعوث الأميركي تيموثي ريندر كينغ مع قيادات حوثية في مسقط قد أسهمت في الحد منه بل إن ما حدث هو العكس تماما جنوح الحوثيين هذا إلى تصعيد يذهب مراقبون إلى قراءته من دون تأويل إصرار على المضي في طريق الحرب والتدمير وهي طريق يقولون إن الحوثيين لا يجيدون سواها بينما يقرأ مراقبون آخرون هذا التصعيد في إطار أوسع محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ليس فقط على مئلة حوار مرتقبة بين الأطراف اليمنية في حال نجاح المساعي الأممية والأمريكية بل أيضا لتخفيف الضغوط الغربية المتزايرة على طهران ويبقى الخاسر الأكبر من هذا النهج التدميري والشعب اليمني الذي تنهكه إلى جانب الحرب أزمة إنسانية متفاقمة